خلينا نروح لجزئية تانية للمان يونيتد منشستر يونيتد الإنجليزي زيك كلنا معارفين توصل الاتفاق مع المدرب الألماني رالف رانكينج المدير الفني السابق طبعاً للمكتيف الروسي في موسكو من أجل طبعاً الإشراف الفني على الفريق في المرحلة اللي جاي عايز أقول لحضراتكو أن رانكين ده راجل عنده 64 سنة درب كل مسيرته التدريبية كانت في ألمانيا زي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت شالكا والليبسيك وهوفنهايم وشتوتجارد كلها أندية كبيرة جداً في ألمانيا ولكن منذ طبعاً توليه المسئولية ويمكن هتكون المباراة القادمة مش بتاع النهاردة النهاردة فيه أكيد مباراة مهمة جداً فيه طبعاً الدور الإنجليزي المان يونيت هتعالعب النهاردة لكن مش تحت إشراف رالف لكن رالف يعني من المدربين الشداد جداً جداً وكان فيه برضو تعليق في أحد الصحف العالمية بيقول عنوان صغير هل يتدم التصادم ما بين رالف ورونالدو التصادم ده مش على المستوى الفني التصادم ده يمكن على مستوى التنظيم وعلى مستوى الرولز على مستوى اللوايح اللي بيضعها هذا المدرب لكل فريق يروح هي اللوايح لممكن يكون فيها صدام ما بينه وما بين رونالدو عملية كانت حشرح لحضراتكم سريعاً في كل طبعاً في كل فريق كان بيروحه كان بيشترط على اللعيبة أنها ما تروحش للتدريبات بسيارات فارغة يعني سيارات غالية زيادة عن اللزوم وخلي بالكو ده كمان معتقد أو ده في أندية كتيرة جداً في ألمانيا بتعمل كده ويمكن أنا كنت موجود في ألمانيا في كازلوتن وكان السبورت ديريكتور المدير الرياضي كان بيمنع أي لعيم مننا أنه يروح بعربية حتى لو عنده عربية فراري عنده عربية فورش لا أنت ما تروحش بيها أنت بتروح بالعربية اللي النادي مسلمها لك كل نادي أعتقد عنده سبونسر من شركة سيارات وهي اللي بتديله العربية بينتقل بيها وهي اللي هي العربية اللي بيروح بيها تدريب فكان العنوان بيقول هالي هتم هيكون فيه صدام قرأي ما بين رالف وما بين كريستين رونالدو اللي هو كلنا عارفين أنه بيحب العربيات الفارهة والعربيات الكبيرة هل يكون هناك صدام بهذا التوقيت الصعب جداً للمانيونات دي كانت علامة استفهام خلينا كمان نقول أن طبعاً الشاب ونجم الفريق السابق مايكل كاريك يعني المدير المؤقد المدير الفني المؤقد لفريق المانيونايتد موجود ويمكن حقق بعض النتائج الجيدة من خلال الموتشين اللي فاتوا لكن شبكة البي بي سي البريطانية الشهيرة مثال النهاردة الخميس قال أن رالف قد حصل على تصريح العمل في إنجلترا وحيكون على مقاعد البودلاء لفريق مانشستر يونيتد بدءاً من المباراة القادمة ديد كريستال بلست يوم الحد اللي جاي إن شاء الله وبيستعد مانشستر يونيتد لمواجهة نظيره طبعاً فريق أرسنال زي ما بقول لحضراتكم المباراة النهاردة الساعة تسعة ونص في ختام هذه الجولة فعايز أقول لحضراتكم أن كمان المانيونايتد بيشوف شكل جديد مع رالف هنشوف شكل جديد مع رالف هنشوف كرة المانيونايتد هنشوف نتائج هنشوف تقدم على مستوى الفريمان ليج وعلى مستوى التشاملز ليج كل ده من خلال الأسابيع اللي جاي